بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا سابقاً أنه جميع المواضيع اللي أخذناها بالOneVariable راح تتكرر علينا بالMultiVariables وبالصيغة طبعاً صيغة المultiVariables بـ TwoVariables أو ThreeVariables أو أكثر وواحد طبعاً ما ذا المواضيع اللي درسها الطالب في العام الماضي وفي السنوات الماضية هو Chain Rule اللي هي قاعدة السلسلة قبل أن ندرس قاعدة السلسلة أكو عدنا في التعريف هنا عدنا بالمدزمة الصفحة اللي قبل قاعدة السلسلة التعريف اللي هي متى تكون الدالة نسميها Differential متى تكون الدالة قابلة للاشتقاق الصراحة هنا طبعاً هذا مو معنى أنه هل أن Fx موجودة Fx مشتقد جزئي ولا Fy Fy أيضاً مشتقد جزئي قد تكون Fx موجودة والFy موجودة لكن الدالة غير قابلة للاشتقاق إذن متى تكون الدالة قابلة للاشتقاق بالحقيقة هناك ثلاث شروط لكي تكون الدالة Differential قابلة للاشتقاق ثلاث شروط الشرط الأول هو أن Fx موجود يعني نقدر نشتقها اشتقاق جزئي بالنسبة للx والشرط الثاني Fy موجود وأيضاً نقدر نشتقها اشتقاق جزئي بالنسبة إلى y والشرط الثاني أنها هاي الغاية تكون موجودة هاي الغاية اللي جاي نشوفها تكون موجودة طبعاً هاي الغاية أكو بيها في هذا دلتا F شنو المقصود بالدلتا F فالدلتا F هذا التعريف مالتها نقصاً Xnote زائدا X و Ynote زائد دلتا Y نقصاً Fnote وبقية العناصر المعروفة Fx يعني نشتق بالنسبة للx ونعوض بالنقطة Xnote ونضربها في دلتا X نقصاً Fy يعني مشتقها بالنسبة ال Y في النقطة نعوضها بالنقطة ونضربها في دلتا Y في دلتا Y على دلتا X تربية زائد دلتا Y تربية وعندنا هنا المثال صيغة السؤال تجي Use Definition تقريب ذات مثلاً دالا ينتقى دالا معينة على سبيل المثال هذه X تربية ونضربها 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 هذه 0-0 بالتعريف دائما ثابتها لكن هنا قد يضربها النقطة هي النقطة الحرجة لكن هنا في البثانات نراتهم 0-0 إذن هذه دائما 0-0 حسب التعريف وهذه قد تكون 0-0 قد تكون هو يعني ينطيها بالسؤال إذن لحل هذا السؤال كتبت هنا هذه الدالة وهذه النقطة الحرجة التي هي X note Y note ونطبق التعريف أول شيء نجد دلتا F نجد دلتا F فدلتا F لهذه الدالة تساوي F ونطبق التعريف لنرى X note X note X note هي 0-0 زع الدلتا X زع الدلتا X ونطبق التعريف هي 0-0 زع الدلتا Y نقص أفوف X note Y note يعني نقص أفوف 0-0 أفوف ونطبق التعريف الدالة وهي X note زع الدلتا Y تربية الدالة تربع المسقط الأول وتربع زع الدلتا X تربية أيضا المسقط الأول 0-0 زع الدلتا X وتربية يصبح دلتا X تربية تربية ثم زع الدلتا Y تربية نقص أعوذ بالدالة 0-0 زع الدلتا X تبقى دلتا X نقص أفوف خطوة قبل هنا تساوي ف دلتا X لأن دلتا Y زع الدلتا Y زع الدلتا Y نقص ف 0-0 وأجهزة أعوذ بالدالة الدالة تقول أنه تربع المسقط الأول زع التربيع المسقط الثاني ف ف ف ف دلتا X تربية زع الدلتا Y نقص ف 0-0 يساوي صفر تربية زع صفر تربية نقص صفر تربية و تساوي قيمة دلتا X تصبح دلتا X زع الدلتا Y تربية طبعا لاحظ أنه أقواص حتى لا يصبح دلتا X حتى لا تربية يجي على المختار ككل نرجع للتعريف حاليا نحن البسط طلعنا دلتا F نطلع حسن Fx بالنقطة XY ونضروها في دلتا X وهنا Fx نعرفها نشتق بالنسبة إلى X إذا نجد حسن Fx نجد Fx بالنقطة بصورة عامة XY واحدين نحوذها بالنقطة المطلوبة اللي هي 00 سنشتق فإنما سنشتق سنشتق فإنما سنشتق فإنما سنشتق فإنما سنشتق 2x وفي النقطة X نقوم بصورة عامة في X سنشتق في X سنشتق هذه الدالة نشتق بالنسبة إلى Y فالX يذهب الثابت يبقى المشتقة هي 2Y و2Y نعوذها بالنقطة الحرجة وأيضا تساوي 0 أرجع أسهل المقدار سيصبح هذه ناقصا Fx نضرب هذا المقدار في دلتا X ونضرب هذا المقدار في دلتا Y وطبعا هما أصفار فإن نضربه في دلتا X ودلتا Y تصبح أصفار لكن سنطبق على كل سنطبق الكلام إذن سيصبح أندي دلتا X دلتا Y تقترب من 0 إلى دلتا F وهذه دلتا F وهذه دلتا F وحسب التعريف يقول يجب أن نقص Fx الذي لديناها قبل شوية في دلتا X والفx لديناها قيمتها 0 هذه هذه فإن نقدر حرج قيمتها 0 في دلتا X ونقص أيضا Fy حسب التعريف هنا Fy أيضا قيمتها 0 في دلتا Y على المقام هنا هذا المقام الذي هو تحت جذر دلتا X تربيع دلتا Y وطبعا هذه راح تروح ذولين ستنضربون بأصفار فيبقى أدنا المت كالاتي المت عندما دلتا X ستختار من 0 إلى هذا المقدار الذي يبقى أدنا طبعا هذه المت نتعامل معها نحلها يعني مثل ما تعلمنا إذا تعويض مباشر سيكون صفر على صفر إذن لازم نلقى في الطريقة جبرية واحدة من الطريق مثلا الضرب في المرافق أو أي طريقة جبرية أخرى على سبيل المثال على كل إن نستخدم التحليل لتحلل البسط إلى حاصل ضرب جذرين نعرف هذول الجذرين إذن نضربهم يرجع للبسط نفسه قطع لبي يقول له عندي طريقة ثانية أنه أضرب في هذا المقدار في ثلثة أكس تربية ذات ثلثة ويتربية حتى الجذر على نفس المقدار هذا قيمتها واحد وهذا إذا تنظروا في هذا سيكون يروح يعني الجذر وممكن أنه طريقة ثانية على كل إن أعتقد هاي الطريقة اللي جاية يطبقها أبسط فرح يصير عندي إختصار أحد الجذرين من البسط يروح مع الجذر اللي بالمقام ويصير عندي يساوي هذا أيضا يساوي ويساوي لمد إلى هذا المقدار وطبعا إذا نعود تعويض مباشر لا يحدث عندي أي مشكلة إذن لا بأس أن نعود تعويض مباشر فالدلتا اكس نخلي مكانها صفر والدلتا وي نخلي مكانها صفر والناتج يساوي صفر إذن الشروط الثلاثة تحققت إذن الدالة قابلة للإشتقاق إذن الدالة الدالة قابلة للإشتقاق طالب أيضا إذا تريد جرب كواجب بيتي جرب أنه و تحللنا هل ان الدالة الآتية F of X Y قابلة لإشتقاب استخدم التعريف لتحللنا هذا التعريف لتحللنا هذا التعريف و أضع 0 0 و تحللنا هذا التعريف و تحللنا هذا التعريف هذا هو مواجه نرجع إلى موضوع قاعدة السلسلة طبعا قاعدة السلسلة تستخدم في حالة الدوال المركبة تركيب الدوال يعني إذا كان X هو أيضا دالة بالنسبة لT و Y هو أيضا دالة بالنسبة لT يعتمد على تغيير آخر يعني تركيب الدوال طبعا دفرينشابول هذول يجب أن يكون دفرينشابول و عندنا Z دالة الكبيرة اللي هي تعتمد على X و Y أيضا دفرينشابول فإنه نستطيع أن نقول أن D Z by D T تساوى Partial Z by Partial X D X by D T زائد Partial Z by Partial Y by D Y by D T طبعا هنا أنا D كتبه ب هذا الاسلوب لأنه نلاحظ أن X يتعلق X يتعلق لذلك نستخدم هذا الرمز الحرف D وليس الحرف هذا طبعا هذا أيضا D و أيضا Delta و أيضا و أيضا و أيضا أما بالثري فإن نفس الكلام سيكون عندي لكن هنا عندي سيكون ثلاث حدود يعني Partial W by D X Partial W by Partial X في D X by D T زائد Partial W by Partial Y في D Y by D T زائد Partial W by Partial Z على D Z by D T مثال طبعا قعدة السلسلة بسيطة نحن فقط نحدد القاعدة اللي نريدها اللي نحتاجينها أيضا نصيغ أخرى فإذا نريد هذا الأكزامبل هنا زائد تساوي X تربية Y والX تساوي T تربية والY تساوي T أس ثلاثة إذا نريد طبعا لغرض الحال والترتيب الحال أول مرة نكتب القانون فأكتب السؤال هذا هو السؤال هو Y تساوي T أس ثلاثة تتكعيب والمطلوب هو إيجاد طبعا هذه Z Z تساوي F of X by المطلوب هو إيجاد Partial Z by Partial T إذن هذا نطبق أول مرة نطبق القانون القانون يقول كالآتي نحن نتو Partial Z by Partial نستخدم على السيغة الأولى في D X by D T في D X by D T فالشيغة الأولى وزائد وزائد Partial Z by Partial Y في D Y by D T أكتب القانون ونطبق الفقرات في القانون إذن Partial Z بالنسبة إلى X نروح لزة هذا Z نشتقها بالنسبة إلى X فنعرف مشتقتها هذه 2XY ونضرب الكلام فهذا نضربه في D X by D T هذه X نشتقها بالنسبة إلى T فالشيغة الأولى سيكون 2T زائد حسب القانون يقول زائد هذه الفقرة Partial Z by Partial Y نروح لزة هذه هذه نشتقها بالنسبة إلى Y نشتقها بالنسبة إلى Y نشتقها بالنسبة إلى Y أو T و أصبح 3T ثلاثة T ثلاثة T T تربيع. والواعي هو تي تكعيب وهذه تي تكعيب. وبقط عدنا تي هذي. زائد ونجل هنا نشوف عدنا كس تربيع. الاكس هو تي تربيع وصير تي بس أربعة. تي بس أربعة. وفي ثلاثة ثلاثة نخليها هنا وعدنا هنا ت تربيع تنزل ت تربيع وهذه ت تربيع وهذه أيضا نضغط بها سيصير عندي وعندنا الضرب نجمع الاسس ت تربيع ت ت تربيع ت ت تربيع ت ت ت ويدكي او هاي الأربعة أربع ت 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 أمس إن راح تصارت حدوده بري ومتشابهة إذن نقدر نجمعها تصير 7 و 6 السؤال يتبادر إلى الذهن لو فرضا ما طبقنا تبال سؤال بسيط هذا وموديش الدال لقاعدة السلسلة مثل ما ذكرنا أنه تستخدم في حال تركيب الدوال بعض الدوال من نسوي لها تركيب وصير معقدة جدا فمن الصعب حلها إلا بإستخدام قاعدة السلسلة لكن الدوال مثل هاي هذه الدالة مالتنا هذه الدالة بسيطة فنستطيع أنه نركب نجل عملية التركيب وبعدين نشتقها خلنشوف نجري هاي عملية التركيب وبعدين نشتق يطلع علي نفس الناتج خلنشوف إذن الزت تساوي X تربيع Y الزت تساوي X تربيع والX تربيع هو T الX هو T تربيع فالX تربيع ستصير TOS4 هذا الزت طبعا TOS4 في Y والY هو TOS3 إذن TOS3 إذن تركيب الدوال تركيب هذه الدالة راح تطيني OneVariable اللي هي Z تساوي Z اللي هي أو T طبعا تساوي T وال7 الزت طبعا لو أشتقها و أشتقها و أشتقها و أشتقها و أشتقها تساوي نشتقها هذه طبعا هذه 7 T وال6 الماضح جدا معروفة هذا النتيجة وهذه النتيجة هي نفسها هذه إذن قاعدة السلسلة تستخدم في حالة تركيب الدوال و طبعا الدوال إذن ركبها إذن ركبها تصير معقدة و إشتقاقها يكون صعب جدا و بداخلها إذن ركبه مع بولينوميا المعقدة بها كسرية أو فتشي تصير إذا ما نستخدم قاعدة سلسلة يصير صعب شوية لكن هي الطريقة نفسها و يناتج نفسها يؤدي إذن هذا هو حل المثال اللي بالملزمة التوضيح طبعا الملزمة يحد بصورة سريعة نحن نوضح و هنا ندعلى 3 variables هذه 3 variables و نجي نفس الطريقة بالضبط أولا نطبق القانون نطبق القانون هذا DW BY D Theta تسعب DW BY DX في DX BY D Theta إلى آخر و نطبق الفقرات مع القانون الفقر الأولى أنه نجد Partial W بالنسبة إلى X و W هي هذه و نعرف إذن شون نشتق الدالة إذا كانت جذر أنه نخلي هلشكل X تربيع زاد روية تربيع زاد زاد تربيع زاد زاد تربيع و نخليها الكل للأس نصف الكل للأس نصف وإذا نشتق ها هذه طبعا إذا نشتق ها بالنسبة للX فإنش راح يصير عندي راح النص يجل هنا وينزل هذا القوس نفسه ينزل القوس نفسه والنص يصير يأتي ناقص نص في مشتقة داخل القوس ومشتقة داخل القوس هي 2X بالنسبة للX بالنسبة للY وZ سيصيرون أصفار فهذا ناتج جامل يهو هذا نصف في X زاد نوات زاد 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 نصف وZ وZ لم يشتقتها واحد يبقى عندي فقط ناقص S هذا ناقص Z زاد هذا حسب القانون زاد هذا Z W partial W by partial Y نشتق هذا بالنسبة الى Y ويساوي نفس المشتقة بالضبط لكن هنا نشتق بالنسبة Y في 2Y في مشتقة Y بالنسبة Z و مشتقة S هي COS لاحظ مشتقة COS ويساوي 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 COS وكذلك بالنسبة للتان نفس الكلام وبعدين يرتب الحدود ترتيب الجبري ويطلع الناتج طبعا بعد أن نعوض والسؤال هو قائل أن ثي تتساوب على أربعة فنعوض بهذه القيمة ونرتب الحدود ويطلع للناتج النهائي اللي هو جدر الثن يقدر الطالب بنفسه يحاول في حل هذا السؤال وطبعا دائما الطالب أن يحاول حل السؤال راح شوية يكتسب خبرة مهارة أكثر مو بس يعني يعني يباوع علي أن حل التعريف اللي بعد أو عفو المبرهن هذي المبرهن هنان ذكرنا قبل شوية أنه الـ حتى بالمثال هذا بالنسبة للدوال الثانوية الـ الـ و الـ هنا هي one variable حتى كتبنا D قديمة لأن one variable ماذا يحدث لو كان X هو multi variable يعتمد مكان ما على سيته يعتمد على سيته و ألفا مثلا مثلا بهذه الحالة يصير عندي التعريف الآتي ماذا Partial By دالة الأصلية Z هي أيضا multi variable و X و Y أيضا multi variable فالصيغة ستكون هذه كالهاكي طبعا نشتق ما بالنسبة ل U مرة و مرة إلى V إذا Z تعتمد على U و V هذا القانون مالتها أيضا حفظة و طبعا إذا كان 3 variables ستكون هذه أيضا نحفظ بالنسبة المثال هذا المثال هذا هو المثال كتبته و الحل يجب أولا أن نكتب القانون و طبعا القانون الأول Partial Z By Partial U يسمى Partial Z By Partial X في Partial X بالنسبة إلى U زائد Partial Z By Partial U Y في Partial Y By Partial U و نطبق القانون هذا Partial Z بالنسبة X هذا Z نشتق بالنسبة إلى X و نعرف مشتقة E to the X هي نفسها E to the X في مشتقة X وهنا مشتقة X هي راح تكون بالنسبة X هنا إذا راح تكون Y في Partial X بالنسبة U هذا X تشتق بالنسبة U مشتقة تساوي V ثانية Z Partial Z بالنسبة Y أيضا نفس الكلام راح يصير عندي X X E to the X Y مشتقة الثية هذي هي X إذا نشتق ها بالنسبة Y في Partial Y by Partial U هذا Y نشتق ها بالنسبة إلى U فالنسبة فالناتج راح يكون 1 على V ثابت وهذه نرتبها نقدر نطلع E to the X Y عامل مشترك راح تساوي عندي هاي ربق على 2 Y وهذه الزائد وهنا راح يصير عندي X وهذه E to the X Y طبعا الحلمان انتهى وإنما يجب أن نعوض يجب أن نعوض بقيهم X وال Y وهنا تساوي 2 Y هو U على V 2 U على V زائد X وال X هو 2 U زائد V ومضروب E to the X واللي هي 2 U زائد V وفي Y اللي هي U على V وقد عملية جبرية تبسيط وجمع المتشابق إلى آخر طبعا نحن نركو هذا الحد على V إذن هاي راح يصير هذا المقدار يصير على V وإذا نريد نجمع هنا حدد جبرية نجمعها مقامات متوحدة فراح يصير عندي خلي الثنين هنا على البسط فالصير هنا V وهنا 2 U زائد 2 U ورح يصير 4 U وهذه زائد V وهذه أيضا نستطيع أنه نضرب ندخل يعني هذا U على V ندخل مثل ما هو المطلب الآخر هو partial U partial Z partial Z by partial V ونفس الكلام هذي يساوي partial Z by partial by partial X V partial X by partial V هل مرة by partial V قانون يجي يقول نفس هذا لكن نستخدم المريوم الثاني اللي هو V في partial Z by partial Y Partial Y by partial V وإيضا نطبق نفس الكلام بالضبط نطبق القانون اللي هو يقول partial Z بالنسبة X نجد Z هذي هي Z نشتق ها بالنسبة هذي Z نشتق ها بالنسبة X فنفس الكلام رح يصير عدي E to the X Y في Y رح يصير Y في E to the X Y ونجي partial X بالنسبة V ونجي للX هذا X نشتق بالنسبة V فالناتج رح يصير 2 U في 2 U زائد partial Z by partial Y لذي نشتق بالنسبة هذي رح يصير عدي X E to the X Y وpartial Y بالنسبة V لحظ أنه V صايرة بالمقام لك أنه V U تنزل رح يصير مثل ما هي U تنزل و V س نشتق س نشتق ناقص 1 V س ناقص 2 إذن س يصير عندي رح يجيني عدد عن إشارة ناقص ناقص 1 V س ناقص 2 وهذه نعوذ الآن نعوذ شك Y نحط قيم تم مكانه وشك X نحط قيم تم مكانه ونعوذ هنا X هي 2 U زائد V و Y هي U على V إذن رح يصير عندي U على V في E تز 2 U زائد V زائد V هذه في U على V في 2 U زائد X اللي هي 2 U زائد V في E تز 2 U زائد V في U على V في U هذه طبعا سيكون ناقص على كل نخليها الخطوة الجاية ناقص 1 على V تربي وأيضا نرتبها نطلع هذا عامل مشترك ونرتب حدود الجبرية ونطلع الناتج مثال أربعة هنا ندي 3 variables لاحظ ال W يعتمد على 3 variables يعتمد على 2 variables سيكون صيغة ثانية من قاعدة السلسلة ونطبقها وأعتقد لدينا أي مشكلة هنا يقول صورة عامة إذا كان W دالة إلى N من ال variables قاعدة السلسلة تكون كداتي نحن أحل نكتفي ب 2 و 3 فقط 2 و 3 و نضيف هنا هو أيضا 3 variables يمكن طالب إراجحها لا يوجد بها أي مشكلة المثال السادس suppose that أفرض أن W تساوي X Y Z Y Z و Y معرفة Z معرفة ما منطينا X و يريد Use Appropriate مناسب Form صيغ استخدم صيغة مناسبة أو The Chain Rule من Chain Rule To Find DW BY DX يريد DW BY DX بإستخدام Chain Rule إذا نشرح السؤال هذا طالب قال لن نشرح السؤال حسن طالب يقول ما المشكلة هنا نشرطة جزئية اعتيادية هذه الجواب أنه لا لأنه رائد لاحظ لاحظ قال Partial W By Partial X كان مباشرة نشتقل W بالنسبة X وتدهن مشكلة وانا علاقة للدول لا هو يريد المشتقل كلية بالنسبة X والجزئية والجزئية إذا نستخدم هذا المثال نستخدم الصيل المناسبة ستكون DW By DX يسأل Partial W By Partial X في Partial X بالنسبة Partial X بالنسبة Partial X Partial X بالنسبة Partial X و الطريقة يحفظ بها Chain رغل أنه يقول هذي تروح ويا هذي ترجع نفسها إذن إذن هذه الصيغة الأول من قاعدة السلسلة زائد نفس الكلام Partial Partial W By Partial Y في Partial Y By Partial X زائد Partial W By Partial Z في Partial Z بالنسبة إلى X هذا هو القانون الذي سنستخدمه ونجد نعم وضع كل الأشياء الموجودة W بالنسبة X مشتقة جزئية فهذه W نشتقها بالنسبة X ستصبح عندي Y في Partial X By Partial X ستروح قيمتها واحد ستصبح واحد إذن رأسا زائد نجد الحدث الثاني W بالنسبة إلى Y هذه W نشتقها بالنسبة إلى Y فراح يصير عندي X وزائد Z زائد Z لا أكد علاق على كل لا أكد علاق Partial Y بالنسبة إلى X نجد Y نشتقها بالنسبة إلى X ومشتقت Sine هي Cosine في Cosine X زائد Partial W By Partial Z نشتقها بالنسبة إلى Z يصير عندي Y وعندي Partial Z في Partial X هذه Z بالنسبة إلى X عيدا إلى E X ومشتقها E to the X ونجد حاليا نرتب الحدود الجبرية ونعوض بقيام X Y وZ X لا منطل القيم تبس Y وZ Y هو Sine X Sine Sine X زائد X يبقى X مثل ما هو وZ هي E to the X في Cosine X زائد Y هو أيضا Sine X في E to the X في Sine X نحن نقدر نرتبها بعد أكثر بأن نطلح هذه E to the X زائد واحد في Sine X زائد X زائد E to the X في Cosine X وZ لاحظة ناتج أنه فقط X لا Y ولا Z طبعا يمكن أن نعوذ نرجع دالة نطبق تركيب الدوال ونحصل على هذه دالة ونشتقها هذه دالة ونشتقها ونشتقها بالنسبة X ونعرف حصل ضرب دالتين وهنا أيضا حصل ضرب دالتين ونرتب هنا راح نشوف الناتج نفس يطلق أيضا واحد من المواضيع اللي مار بالمشتقة هو الاشتقاق الضمني أيضا لدينا مثال هذا طبعا نعرف الاشتقاق الضمني خاص بالمعادلات الاشتقاق الضمني الأشياء الاساسية اللازم يعرفها الطالب قاعدة السلسلة خاصة بمن بتركيب الدوال الاشتقاق الضمني خاص بالمعادلات لاحظ هذه معادلة المعادلة هي بها طرفين أيمن وأيسر طرف الآخر هنا استقاق الضمني يجب أن يساوي ثابت وحتى لما يساوي ثابت يساوي متغير نرجع المتغير الجهة الثانية بحيث الطرف وشون نسوي اشتقاق ضمني أنه إذا نشتق طبعا هذا بالنسبة للأكس فإذا نلقى الواي فنشتق بسرعة تيادية لكن نضيف المقدار dy by dx فراح أطبق الكلام هذا إذن dy by dx الساوي هذه x وحدها فنشتق تيادية ثلاثة اكس ثلبيك مشتق بسرعة تيادية وهذه هنا راح حاصل ضرب لاحظ بالاشتقاق الضمني ما لدينا علاقة للي يشتق الجزئية يعني مون نعتبر x ثابت و y كذا لا نتعامل معهم على أن اثنين هم متغيرات فبالاشتقاق الضمني نثبت y ونشتق x فإن يصبح ي ي تربيح طبعا هنا 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 من اشتق x الصراح أنا واحدة وإنما أيضا ضفت dx على dx أي شي أشتق أضيف ويا شنو اعتبر معادلة يعني اعتبر دالة أيضا تركيب دوار و جاء اشتق بالنسبة x لأنه dx على dx نفس قادرة السلسلة وبما أنه قيم تواحد فما أكتب هنا نوع التربية أيضا dx على dx لأنه اشتق بالنسبة x أيضا هنا اكو dx على dx لكن لأن الإختصار لا أكتب هذا إذن سألاحظ ثبت y التربية اشتقي ال x مشتقت x واحد ونحط دx على dx ثبت x ثبت x واشتقي y واشتقي y واشتقي y هي 2 y و أيضا نضيف هذا المقدار dx لكن dx على dx وإنما dx على dy على dx بالعكس ومشتقي ثابت 0 وهذا التساوي واشتقي الطرف الآخر ثابت أيضا 0 إذن باختصار نقول أنه لا نشتق غير x ونضيف هذا المقدار لكن بالحقيقة لا نضيف حتى لو نشتق x نضيف dx على dx لكن هذه تختفي طبعا المفروض لا نكتب هذه مؤشرة نشتق وإنما لا نكتب هذا الكلام لا نكتب هذا زن بعد ذلك مثل ما نعروف هذه طبعا مثل ما كنا تروح هذه همسح أصلا ما نكتب ونطلع dy dx قيمته فتعرفون هذه راح تروح للجهة الأخرى فستير بالسالب وهذا المقدار راح يبقى مع dy dx ويصير بالمقام تساوي هذا المقام إذن 2xy 2xy وهذا سالب أكون هنا هتنحط الكسر يصير 3x تربية وي تربية وهو المظلوم بجمع التمارين تحل النياها تحاول أنه تحل أكبر قدر ممكن من التمارين تحاول تحل ها و قليلا تحل جميع التمارين هذه والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر